موسيقى أعوذ بالله السمير علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قلنا بأنه مسألة الإمامة بناء على المنهج الذي نختاره واخترناه لابد أن تتضح معالم الإمامة قرآنياً وإلا إذا ثبت أن الإمامة لم يعرض لها القرآن بشكل أساسي لبيان معالمها وأصولها ومسؤولياتها وموانعها واستمراريتها إذا لا معنى للدعاء أنها من أصول الاعتقادات وهذه الدعوة نحن أيضاً من أولئك الذين نلتزم بها وهي أن كل الأمور الأساسية جاءت في القرآن الكريم لا توجد قضية محورية في القرآن ولم يعرض القرآن لها لا يمكنك أن تقبل ولا يمكن لأحد يعرف المنهج القرآني عندما يتكلم عن المعاد يتجاوز حدود الألف آية ونحن نجعل الإمامة على حد المعاد ولكنه لا يعرض ذلك ولا في خمس آيات هذا بعض منطقي أو غير منطقي هذا غير منطقي أعزائي من هنا أعزائي التفتولي جيداً الاستراتيجية في بحث الإمامة الاستراتيجية الأساسية في بحث الإمامة لينقذ مسألة الإمامة من هذا الذي هي عليه هو الرجوع إلى القرآن لمعرفة ما هي الإمامة في القرآن وقلت بالأمس أننا نتكلم عن الإمامة ماذا؟ الإمامة العامة لا نتكلم عن فلان إمام وفلان إمام مو الإمامة الخاصة لا نتكلم عن علي والحسن والحسين هذه الإمامة الخاصة نحن نتكلم عن نظرية ماذا؟ الإمام العام هل لها دور أساسي في منظومة المعارف الدينية أو ليست لها ذلك وحتى أن الأعزاء لا يستغربوا هذا المنهج تعالوا معنا إلى القرآن تعالوا معنا إلى نفس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة انظروا أهل البيت عندما أرادوا أن يدلون على معرفة الإمامة والولاية قالوا أين اذهبوا لتعرفون أين اذهبوا قالوا اذهبوا إلى رواية الغدير اذهبوا إلى حديث الثقلين اذهبوا إلى حديث المنزلة اذهبوا إلى الرواية اذهبوا إلى سلوكنا ومعارفنا أو هم ذكروا لنا الطريق لمعرفتهم هذه أعزائي تفسير العياش الجزء الأول صفحة أعزائي ثمانية وثمانية ما عنا به الأئمة من القرآن عن ابن مسكان التفج جيدا أنا ما أريد الآن أستدل بهذه الروايات حتى يقول لقائل سيدنا سندها الصحيح لو مصح أبدا أنا أريد أن أقول أنه في روايات أهل البيت أيضا يوجد هذا المعنى هل سيدان ما موجود أنا الأصل الأول ما ليقول القرآن أولا يثبت هذه الحقيقة لكن هذه مؤيدات هذه شواهد عن ابن مسكان قال قال أبو عبد الله الصادق احفظ هذه الجملة أعزائي احفظوا هذه الجملة من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن إذا أردتم أن تعرفوا أمرنا فعليكم ماذا سيدي ما هو أمركم يقول هل ستريدون أن تعرفوا دورنا مسؤولياتنا شروطنا حصمتنا استمراريتنا ماذا تريدون أن تعرفوا عن أمرنا وعن ولايتنا فعليكم ماذا فعليكم بالقرآن وهل يوجد تصريح أوضح من هذا التصريح طبعا أرجع وأقول هذا مدليلي أنا دليل ما هو دليل ما أشرت إليه أن القرآن سالم عن جميع آفات الروايات القرآن سندا ومتنا يمكن الإطمئنان بل القطع به أما الروايات ليست كذلك إلا نادرا هذا دليلي ولكنه أؤيد هذا قد يقول سيدنا أنت ما استفدته من الدليل غير صحيح أقول هذه شواهده هذه مؤيداته من لم يعني أنتم تعرفون هذه تعبير الأمر يشير إلى ماذا يعرف هذا الأمر مراد من الأمر يعني ماذا هذا اصطلاح في الروايات يعني الإمامة يعني الولاية يعني يعني إلى آخر هذا معنى الأمر في الروايات من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لا يستطيع أن يخرج من الفتن على الإطلاق واقعا كذلك فإذا أردت أن تثبت أمرهم من غير القرآن تقعوا أين أعزائي تقعوا في الفتن هذا هذه الرواية روايات أخرى أعزائي أيضا موجودة بشكل واضح وصريح بشكل واضح وصريح منها هذه الرواية التي واردها في أصول الكافي وإن كان المجلس يقول السند مجهول ولكن لا يهمنا كثيرا الرواية عن الرواية أعزائي باب أن القرآن يهدي للإمام كتاب الحجة رقم الرواية خمسمية واثين وسبعين ثلاث وسبعين عن العلاء بن سيابة أو سيابة عن أبي عبد الله الصادق في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ماذا قال الإمام سلام الله عليه ها قال يهدي إلى الإمام يهدي إلى الولاية روايات متعددة بعضها إلى الإمام بعضها ماذا إلى الولاية إذن الأصل أين أعزائي ها القرآن هو الذي يهدي فالطريق من يلا يبدأ يبدأ من القرآن للوصول إلى الإمام ولذا تجدون جملة من الأعلام واقعا الروايات اللي وردت وردت في هذا البيان جيد أنا هنا لابد أن أشير مرة أخرى بالأمس أشرت وهنا أشير أعزائي أنا دا أتكلم عن الإمامة ولكن يا إمامة ما دا أتكلم عن الإمامة السياسية اللي شغلت فكر الشيعة ألف سنة ولا دا أتكلم عن الإمامة الكلامية اللي صار مئات بل آلاف الكتب ماذا وردت في النقض والإبرام أنا دا أتكلم ماذا في الإمامة القرآنية خلي ذهنة كمي فإن الإمامة القرآنية لا هي الإمامة السياسية ولا هي الإمامة ماذا الكلامي أما الإمامة السياسية فواضح وأما الإمامة الكلامية فهي شنو ها رياسة أنا ما دا أتكلم لا عن هذه ولا عن تلك أنا دا أتكلم عن ماذا عن قوله إني جاعلك للناس إماما أنا أتكلم عن هذه الإمامة عن قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أنا دا أتكلم عن هذه الإمامة وهي الإمامة القرآني جي الإمامة القرآني يا أعزائي طبعاً هذه يهدي إلى الإمام الروايات بينت بعض الروايات قالت ربع القرآن نزل فينا بعض الروايات قالت ثلث القرآن نزل فينا بعض الروايات قالت أن كل شيء ورد فيه مدح وحسن فهو فينا وكل شيء ورد فيه ذم فهو ماذا في عدو يعني بعضها عامة بعضها ماذا عينة الروايات في هذا المجال أعزائي كثيرة أنا هذه الروايات كلها نقلتها في كتابي أصول التفسير أعزائي أصول التفسير والتأويل أما الرواية العامة فهي يا الرواية عن الإمام الباقر قال أبو جعف عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله الإمام الباقر يا محمد إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فنحنهم ما معنى فنحنهم يعني مختص بنا لا 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 معزيز مختص بنا يعني المصداق الأوضح والأتم لها من نحن نحن وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء من من مضى فهو عدونا يعني إذا وجدت قال فاسألوا أهل الذكر فأول مصداق له من نحن إذا قال كونوا مع الصادقين فأول مصداق له من وهكذا كل العناوين التي وردت في القرآن ولذا أعزائي مع الأسف الشديد كثير من المفسرين والمتكلمين والمحدثين والذين يجمعون الروايات هي يقولون الآيات التي نزلت في علي ويجمعون أربعمائة آية هذا كله خطأ هذه الآيات منازلة في علي هذه الآيات أوضح مصداق لها من هو علي مو أنها نزلت في علي أصلا لا نحتاج أنها ذكرت مصداقا قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بيني وبين الله هل وجدنا كذبة على علي هذه الأمة هو أهمة حاولوا مو فقط عليهم على الأئمة الآخرين حاولوا أن يجدوا لهم حيبا وجدوا أو لم يجدوا وإلا أبسط ما كان يكون السلطات تستطيع أن تسقط اعتبار الأئمة في الحياة الاجتماعية بأي طريقة عزال ها الآن تشوفون بعد عندما أكو خلاف سياسي شي زون مولانا لهذه السياسيين المتعارضين ويعارض بعضهم بعضهم شي زون مولانا يلقى لهم مولانا بتعبيرنا يلقى لهم فد عيب فد نقص فد فضيحة ويقول هذا وضع صاحبكم والسلطات كانت قادرة على ذلك لماذا لأنهم كان لهم جواسيس حتى على مستوى أزواج الأئمة في بيوت الأئمة ولم يجدوا عليهم ماذا أي بن واحد حتى في بيوتهم حتى في حياتهم والشخصية لم يجدوا عليهم وإلا كانوا يقولوا ها تفضل ها أنت أتقف بعد بينك وبين الله كان يحتاجون أن يسجنوهم لا أبدا كان يحتاجون أن يقتلوهم لا أبدا كان يحتاجون أن يحاربوهم لا أبدا أربع خمسة من هذه الفضائح هسا إما المالية إما الأخلاقية إما الدينية إما 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 كافية لإسقاطهم ماذا في حياة المسلم ولكن لم يجدوا عليه لم يجدوا عليه هذا الذي يقوله أهل البيت بيني وبين الله ولذا أنا ما اعتقد بأنه أساسا بيني وبين الله هذه الروايات ما تحتاج إلى السنة قال إذا سمعت وربع في عدونا وربع فرائض وأحكام وربع سنن وأمثال ولنا كرائم القرآن رواية أخرى نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام التفتولي جيداً أعزائي هذه الروايات هي المنشأ الأصلي للدعاء التحريف من بعض عوام علماء الشيعة وأقولها صريحة ولا أخشى هذه الروايات لأنه ورد فيها ماذا ربع فينا وعندما جاء إلى الآيات وجد الآية فيهم أو لم يجد قال إذن ماذا فعلوا بالقرآن ها حرفوا القرآن من هنا أعزائي فيما يتعلق بهذه الروايات وأمثال هذه الروايات وجد اتجاهاً في فكر الشيعة طبعاً بعد ذلك أنا سأطبق المنهج على القرآن ها يعني الإمامة اللي أنا معتقد أنها موجودة بكامل النظرية أين ولكن يا إمامة أعزائي خلي ذهنك يا إمامة الإمامة العامة والإمامة القرآنية لا الإمامة الخاصة ولا ماذا ولا الإمامة السياسية أو الكلامية بهذين القيدين الإمامة العامة والإمامة القرآنية لا الإمامة الخاصة ولا ماذا ولا الإمامة السياسية والكلامية في قبال هذه الروايات وجد اتجاهان أعزائي الاتجاه الأول وهو الاتجاه الشاذ في مدرسة أهل البيت ولكن صوته عالي وهو الاتجاه غير العلمي وهو الاتجاه غير التحقيقي وهو الاتجاه الذي واقعا أضر المدرسة مدرسة أهل البيت ضررا لا يمكن أن يجبر إلى قيام الساعة قال بأن المرادة من هذه الروايات أن هناك الآلاف من الآيات القرآنية ماذا كانت واردة في أهل البيت وحذفت حسن بعض قال ألف بعض ألفين بعض ستة ألاف بعض خمسة ألاف بعض اثناث ألف ما أدري ثلثيا هذا الكتاب وهكذا وهكذا وكان لهم شاهد على ما يدعون هذا الشاهد أعزائي ورد في تفسير العياش في المجلد الأول صفحة تسعة وثمانين وهي الرواية المواردة عن داود بن فرقد عن من أخبره سند مواضح بعد عن أبي عبد الله قال لو قد قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين يعني الله سمانا ماذا في القرآن ثم قالوا بعد أوضح من الرواية وانتجدون بأنه ما هو أسماؤهم إذن حذفت ماذا من القرآن هذا الاتجاه وهو الاتجاه الذي يعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو قرآن ما هو محرف وهو قرآن ناقص هسا جيد ناقص ناقص ألف آية ناقص مئتين آية ناقص ألفين آية ناقص 12 ألف آية ذاك بحث الآن ولكنه يعتقد بهذا ولعله ولعله من أوضح من كتب في ذلك هو من ها النور صاحب المستدرك هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني قال نعم أن كل هذه الروايات صحيحة خلوا ذهنكم أن كل هذه الروايات صحيحة ومعتبرة ولكن ليس تفسيرها كما تفهم أن المراد من التسمية والمراد أنه نزلت فينا والمراد أنها لها كرائم كرائم الآيات لنا يعني في التوصيف والنعتي وال ها درجات والمقامات مو المراد في ماذا في الأسماء وأقاموا شواهد كثيرة على ذلك الآن مو بصدد بحث أعزاء تحريف القرآن له محل آخر وأنا عندي كتاب وأعطينا للإخوة تحريف القرآن صيانة القرآن من التحريف موجود بأيديهم بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب مختصر مفيد وكل هاي شبهات أنا طالح ما هو القرينة القرينة الأولى انظروا إلى هذه الرواية يقول عن الباقر بعد مسمين كما سمي من قبلنا من قبلنا سموا بأسمائهم له بأوصافهم إذن هاي روايات التسمية مو مراد تسمية ماذا علي حسن حسين وإنما المراد من التسمية يعني ماذا يعني بيان سننهم سيرتهم تاريخهم أوصافهم أحكامهم إلى آخر هسا الآن ما ندأقف عند القرائن الداخلية للروايات أعزائي انظروا إلى القرائن الخارجية وأنقلوا لكم القرائن الخارجية من علمين من أعلام الإمامية اللي لا إشكال في أنهم يعدون من الأعلام المحققين يعني من هالجهة لا يوجد بحث في أنهم من المحققين أو لا الأول أعزائي سيد الإمام قدس الله نفسه في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية الجزء الأول صفحة أعزائي الجزء الأول صفحة مائتين وخمسة واربعين يقول وبالجملة سأقرأ العبارات شوية بسرعة لأنه مهمة جدا وبالجملة لو كان الأمر كما ذكره أصحاب التحريف من كون الكتاب لإلهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم لأنه الآيات ماذا قالت ربع القرآن يعني لا أقل إش قيد عزيزي إش قيد يعني يعني ألفين آية إذا قلنا ثلث القرآن يعني إش قيد إذا قلنا القرآن 11 ألف آية كما في كتاب باب النوادر من القرآن من الكافي إذن ربع القرآن إش قيد ينصر مولانا يصنر 14 4500 آية إذن بينك وبين الله مفتح عدد مولانا يعني قرآن كامل يقول لو كان الأمر كما يقال من كون الكتاب الإلهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته فلما لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة يا أمير المؤمنين مولانا عاش ربع قرن بل عاش بعد رسول الله من 11 هجرية إلى مولانا شكيت ها 40 من الهجرة يعني حدود ثلاثة حقود يا أخي ولا جملة واحدة أنه قال ألم تقرأوا في قوله تعالى كذا أخر لماذا يقول لم لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي لا أمير المؤمنين ولا فاطمة وهم كلهم كانوا في مقام الاحتجاج ماذا على السلطة بعد خطبة أمير فاطمة سلام الله عليها في المسجد بعد أفضل موضع حتى تقول حتى تقول الحق وفاطمة والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر ومقدار وعمار وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجون على خلافته ولم تشبث هو وهم بالأحاديث النبوية والقرآن بين أظهرهم لماذا ذهبوا إلى حديث المنزل لماذا ذهبوا إلى حديث الغدير لماذا ذهبوا إلى حديث الطير لماذا لماذا ولو كان القرآن مشحونا باسم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفضائلهم فبأي وجه خاف النبي في حجة الوداع وأنه أن يبلغ ماذا إمامته عشرات مئات آلاف الآيات نازلة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته وكان يستطيع رسول الله يقول بابا شينو أبلغ وأنا أربعة آلاف وخمسمائة آية بلغت وماذا بقي حتى أبلغ قال ولم خاف النبي في حجة الوداع سنين عمره آخر سنين عمره وأخيرته نزول الوحي من تبليغ آية واحدة مرتبطة بالتبليغ حتى ورد والله الله يعصمك من الناس بعد ولم احتاج النبي إلى دوات وقلم حين موته للتصريح باسم علي مو اسم علي وارد وين في القرآن بين وبين الله عاقل يترك ما ورد في القرآن ليستدل بماذا ها بالدوات والقلم او انه اراد اراد ان يقول كذا فهل رأى ان لكلامه اثرا فوق اثر الوحي الاله رسول الله هكذا كان يفكر وبالجملة التفت جيدا ففساد هذا القول الفضيع واقعا فضيع الانسان لو يعرف الان الفضائيات من اين تضرب ماذا من اين تضرب التشيع يعرف جيدا انه قدر فسادي وضرري هذا القول غفر الله لصاحبه ففساد هذا القول الفضيع والرأي الشنيع اوضح من ان يخفى على ذي مسكه الا ان هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الاسلام وحفاظ شريعة سيد الان ثم بعد ذلك على خلاف طريقة ومنهج السيد الامام بعد هنا سيد الامام ما يتحمل انا النادرا اجد ان السيد الامام يتعرض لاسم ويهجم هجوما ما بعده هجوم فيأتي الى من الى المحدث النوري ويذكره بالاسم بعد يقول وازيدك توضيحا لو كان الامر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كانت كل كتبه لا تفيد علما ولا عملا هذه نادر سيد الامام يهجم على احد خطاب اعرض عنها الاصحاب وتنزه عنها اولو الالباب من قدماء اصحابنا كالمحمدين الثلاث المتقدمين هذا حال كتب روايته غالبا وهو رحمه الله التفت جيدا تقول لي يعني يفسق يقول لا 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 ابدا القضايا لا شخص عنها مع الاسف الشديد عندما انا عندما اشكل على بعض المنهجيات الموجودة في المرجعية النجف او غيرها مباشرة يشخصنها ها والله يتكلم على فلان على لا لا ابدا الكلام مو عن الشخص وانما الكلام عن ماذا عن المنهج قال وهو شخص صالح انا ماذا اتكلم انه بيني وبين الله اهل هذه الصنعة او ليس اهل هذه الصنعة ليس اهل هذه الصنعة وهو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتياقه التفت الى هذه العبارة الشوق فوق الحب الا ان اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم اكثر من الكلام النافع طبعا يدور مولانا هذا شاب بالرؤية هذا شاب بالطيف مولانا وش تسوي هس الان الان بعد السيد الامام قلتك على خلاف طريقة السيد الامام هنا بعد بعد ما يتحمل مولانا يحمل على النجف مولانا يقول والعجب من معاصره السباب انتم وجدتم هذا يغرق سفينة اهل البي اللي رووها هذه الشجرة بدمائهم هذا يجعل فيها الطعن وهو ان اهل البيت قائلون ماذا بتحريف القرآن انتم وجدتم هذا الانسان وان كان خوش ادمين لاخدتم على يده وهذه هي وظيفة المؤسسة الدينية والعجب من معاصريه من اهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت تتدكتك على الارض لانه هو يعرف اثار هذا الكلام يقينا الامام قال قبل ماذا اربعين سنة خمسين سنة اللي لا فضائيات ولا قنوات وانتوا الان ارجعوا الى كل القنوات اللي دتضرب عمق التشيع دتضربه من اي بعود عزيزي انكم تقولون بماذا بتحريف القرآن وانتم ما تستطيع ماذا تفعل يعني للمحدث النوري ماذا تفعل له ماذا تفعل له في النتيجة تقول مو من علماء اخو من علماء حتى وجدت في بعض القنوات رايحين مصورين مولانا وين مدفون في مدخل حرم امير المؤمنين قالوا بيني وبين الله اذا هذا ما الى قيمة علمية لا عد يش يدفنوا في اقدس مكان عد الشيعة شوفوا حتى يقنع الاخر انه لا يبا هذه كل تقيد يقولون نحن من قول بالتحريف وان لا واقعهم شو يقول بالتحريف هذا كلام من اعزائي كلام السيد الامام قدس الله نفسه تعال لسيد اخوي في البيان عزا ومما يدل على ان اسم امير المؤمنين لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير عجيب التفات قيمة جدا يقول اذا كان علي مذكور في القرآن بيني وبين الله يحتاج رسول الله ان يجمع المسلمين في غدير يخم يجمع الامة الاسلامية في غدير يخم يقول من كنت مولاه فهذا علي يقرأ لهم عشر ايات ايهما اوقعوا في نفوس المسلمين ايات القرآن له حديث الغدير حديث الغدير فانه صريح في ان النبي انما نصب علي بامر الله وبعد ان ورد عليه التأكيد في ذلك وبعد ان وعده بالعصمة من الناس ولو كان اسم علي مذكور في القرآن لم يحتج الى ذلك النصب ما هي الحاجة الى ان ينصب هذا التحصيل الحاصل بما هو ماذا ادنى من الحاصل اردى وانحاء تحصيل ماذا الحاصل ولا الى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ولما خشي رسول الله من اظهار ذلك ليحتاج الى التأكيد في امر التبليغ وعلى الجملة خلي ذهن كمي وعلى الجملة فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب كل رواية قالت بالتحرك ان فضائل علي واردة في القرآن لماذا لان حديث الغدير متواتر قطعي وتلك روايات احات وعند التعارض ايهما يسقط ها تسقط الاحل هذا همات الاستدال الاصول قال هذه الروايات توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول ان اسماء الام مذكور في القرآن ولا سيما ان حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في اواخر حياة النبي ونزول عامة القرآن وشوعه بين المسلمين على ان الرواية الاخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه هذا التفتوا جيدا هذا هو البحث المتني مع ان منهج سيد الخوة منهج ماذا سندي ولكن هنا يقول حتى لو كانت الرواية صحيحة هنا لا طريق لنا الا ماذا ان نحاكم الرواية ماذا متنيا مضمونيا فان ذكر اسمعلي في مقام اثبات النبو والتحدي على الاتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة ابي بصير المروية في الكافي قال سألت ابا عبد الله عن قوله تعالى اطيع الله واطيع الرسول والأولي الامر منكم قال فقال نزلت في علي ابن ابي طالب والحسن والحسين فقلت له ان الناس يقولون فما له لم يسمي علي واغل بيته في كتاب الله ما قال الامام ومن قال لك انه لم يسمي علي واغل بيته قال فقول لهم ان رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي لهم ثلاثا ولا اربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك ثم الامام مفصل الرواية موجودة في الكافية يقول ان الامام نزلت اولي الامر وفسر لهم من رسول الله فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات يا روايات روايات اللي يقول اسمائهم وردت وموضح للمراد منها يعني موضح للمراد من التسمية مسمين فيه وان ذكر اسم امير المؤمنين كان بعنوان التفسير بيان المصداق و الى غير اذا اعزائي حتى ما اطيل على الاعزاء الى هنا اتضح لنا بانه هذا اللي منهج اللي احنا نسير عليه اذا اعزائي ان شاء الله تعالى في غد خلوني ذهن الان قلنا اذا نحن ندور مدار المنهج القرآني عن الامام العامة والامام القرآني فاذا تضحت معالمها شروطها موانعها التفتو استمراريتها قرآنيا بعد ماذا يبقى للرواية اعزائي ها ها بيان المصادق وما اسهل ذلك تقول ليش اسهل لانه بيان المصادق اجتمعت عليه كلمة علماء المسلمين سنة وشيعة يعني بيان هذه الفضائل لانه هم ماذا يقولون التفتولي هم ماذا يقولون السنة يقولون نحن لا نشك ان فضائل علي احمد يقول احمد بن حنبل امامهم امام هؤلاء جميعا يقول نحن لا نشك ما ورد في فضائل علي لم يرد في فضائل احد من الصحابة هذا مما لا ريب فيه اذا مسألة الفضائل ماعدم مشكلة اعدم اين اشكالية اشكالية اعدم في الامامة ها والخلافة وهذه المواقع واحنا منقول الرواية مو بصدد اثمات الامامة والخلافة وانما بصدد بيان ماذا نصداق الامامة وانتم تقرونها في كتبكم فالمنهج يكون منهج علمي جدا ولذا انا احاول ان شاء الله حتى يتضح لنا القضية ضرورية ومهمة ان شاء الله في يوم او يومين اكثر احاول ان اقف قرآنيا على الامامة على الامامة قرآنيا والامامة العامة عند ذلك بعد مسألة ماذا مسألة تطبيق الامامة او تطبيق بيان المصاديق بعد امر ماذا واليوسر والحمد لله رب العالمين